اشتركوا في القناة اذكركم به حتى كما قلنا ان من الاغراض الرئيسية في ذكر هذه الادعية النبوية الجامعة ان نحفظها ونرددها على مدار اليوم ثم نستفيد من جوامع الكلم الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار الذي كنا بصدده بالامس اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت هذا كان دعاء بالامس دعاء اليوم في ظل الاجواء التي نعيشها ظل اجواء الكرب واجواء الهم الذي والحزن الذي خيم على الناس جميعا لاسباب كثيرة من اسبابها طبعا الخوف الشديد من هذا الفيروس كورونا عفونا الله وياكم منه او الحزن على من اصيب به او مات منه والحزن على الوضع الذي نعيشه من العزل الاجتماعي ومن عدم استطاعتنا ان نذهب الى المساجد ونصلي فيه فمن ادعية النبي صلى الله عليه وسلم الجميلة جدا الجامعة وكل ادعيته جميلة وجامعة ونحتاج الى ان نتعلم ونكرر ايضا في يومنا كما تكلمنا من قبل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه هم او حزن ثم قال وهذا هو نص الدعاء الذي اريدكم ان تحفظونه وان تردلونه خلال اليوم ثم تتمعنوا في بعض معانيه حتى يصدر عنكم عن فهم ووعي اذا قال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي قال صلى الله عليه وسلم الا اذهب الله همه الا اذهب الله همه ولكن علينا ان نكرره ونكرره في الصباح وفي المساء اعيده مرة ثانية لان اريدكم ان تحفظونه جيدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه هم او حزن ثم قال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي قال صلى الله عليه وسلم الا اذهب الله همه ما هي المعاني السريعة التي يمكن ان نأخذها من هذا الحديث المبارك ومن هذا الدعاء كما قلنا بالامس ان دعاء سيد الاستغفار يحمل كل مقومات الدعاء التي يحتاجها الله او التي يريدها الله منك وانت تدعوه هنا الذلة وذلة مبالغ فيها والاستسلام والرضا ثم التوسل ثم السؤال هذه الدعاء الذي معنا الان يحمل كل هذه الذلة اني عبدك انا عبدك والعبد ذليل بين يدي مولاه لا يتقدم عليه ويأتمر بامره ويسمع له ويطيع ولكن احيانا الانسان قد يذل نفسه ولكنه يأبى ان يتكلم عن ابويه او ينزل من مكانتهم فقد يتكلم عن نفسه بشيء من التواضع ولكن عندما يريد ان يتكلم عن ابيه فهذا هو النسب وهذا هو وهذا هو عندها قد لا يتكلم عليه كم بتواضع كما يتكلم عن نفسه لكن في هذا الحديث امعان في هذا التواضع وهذه الذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يقول اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك اي ان ابن انا وابي عبيد لك وامي أمت لك فهذه قمة التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم يقول انا يعني امري كله بيدك انت تتصرف فيه كما تشاء ناصيتي بيدك ما معنى ناصيتي بيدك يعني كل امور الناصية هذه الناصية ناصية الانسان جبهته وهذه علامة ان لما الانسان يقول اخذ بناصيته يعني بيقوده وعندما يأخذ الانسان بناصيتي انما انا مستسلم له وهو يقودني الى ما يريد قال ناصيتي هذه بيدك انت تحركها كما تشاء وتفعل فيها ما تشاء في اي وقت تشاء وعلى اي حال تشاء ثم قال ناصيتي بيدك مش كده بس وحكمك ماض فيه يعني انا لا استطيع ان افعل شيء الامر انت حكمت فيه انت قضيت في امر فهو ماض لا انا استطيع ان اوقفه سواء كان هذا الامر يعني هم حزن ابتلاء مصيبة طيب اي شيء سيحكمه حكمك ماضي لماذا لانه لا يوجد احد يستطيع ان يقف في وجه حكم انت حكمته ولا قضاء انت قضيته انت تفعل ما تشاء ولا تسأل عن ما تفعل هذا معنى ماض في حكمك عدل في خضائك لان ممكن الانسان واحد يحكم فيه بحكم معين ولكن يتبرم منه ويظن انه غير عادل واحنا بنسمع من اولادنا في اليوم ولا مئة مرة يقول لك نطفر كل ما تقول له حاجة كل ما تعمل له شيء يقول لك نطفر نطفر يعني مش عاقب لا هذا مع الله هذا لا يكون انما اقول له مع ان حكمك ماض لا يوقف احد وهو عدل انا اعلم انه عدل عدل في قضاءك ثم يسأله باسمائه الحسنة بهذا الاستسلام الكامل وان ما قضى الله به ماض وانه عدل وانه حكمة وانه عن حكمة وانه لا يظلم احدا هذا هو اليقين يعني وانا ابدعوه ليرفع هذا الهم انا اعلم ان هذا الابتلاء الذي نزل به والهم الذي نزل به والغم الذي نزل به ان كان قضاء من الله فهو ماض وان كان قضاء من الله فهو عد هذه مهمة جدا ثم يتوسل الإنسان بعد ذلك بأسماء الله الحسنى فقال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أي اسم لك سواء كان هذا الاسم أنزلته في كتابك أو علمته أحداً أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحداً من خلقك أي واحد يعني بمعنى آخر كل اسم هو لك سواء أنا أعرف أو لا أعرف لأني لا أعرف كل الأسماء وحتى حكاية 99 اسم يعني مش شرط النيدي كله لأنه فيه من ضمن أدعيته أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني ممكن يكون فيه أسماء استأثرت بها لا لم ينزلها ولم يعلمها أحد وقد يكون أحد الناس يعلم بعض أسمائه مثل الأنبياء مثلاً وقد لا نعلمها نحن حتة الحصر هذه يعني ليست حقيقية لأن هناك أسماء لا يعلمها فأنا لما جاء أسأل أسأل بصغة العموم وهذه من فطمة النبي ومن جوامعه ومن جوامع كلمه عندما يدعو ليس مثلنا قصير النظر يعني لو أنا اللي بدعو كنت أقول اللهم من أسألك بالتسعة وتسعين اسم مثلاً الذي أنزلتها في كتابك لكن شوف الله صلى الله عليه وسلم أو علمتها أحداً من خلق أو أنزلتها في كتابك أو علمتها أحداً من خلق دون أن يحددها حتى لا يفقد خير اسم ليس فيما حدد فقال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك وفي رواية أخرى أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي سبحان الله يعني أنا أريد بإزالة الهم والحزن وهذا كله بماذا؟ بالقرآن الكريم لماذا؟ لأن القرآن الكريم إذا الإنسان عايشه وعاش معه وحاول أن يستخرج قوانينه وأن يفهمه وأن يتدبره سيجعل في قلبه برداً ويقيناً لأي شيء لأنه سيخاطبك من الله ويعطيك وعظ الله فيه وأمر الله فيه ونهي الله فيه وكل ما يضيء طريقك فيه بل أقول لكم أن من سلفنا الصالح من كان إذا جاع جاع فلم يجد شيئاً يأكله كان يذهب إلى القرآن الكريم فيقرأه فيعيش في معانيه فتصف روحه وتسمو ويغرق بالكلية فيما يتلو من القرآن الكريم فينسى ما به من لأواء الجوع ينسى ويؤمن بعد القراءة لا عنده أي إحساس بالجوع ولا شيء يعني كان منهم من إذا جاع لجأ إلى القرآن الكريم فنسي ما به من ألم الجوع انظروا إلى أي حد كانوا يتفاعلون مع القرآن الكريم قال إذا على القرآن الكريم ربيع قلبي يعني فرح القلب لأن الربيع رمز إلى الفرح إلى الزينة إلى الشباب إلى النشاط إلى الحركة إلى كل شيء كون كله بيبتهج الأشكار بتبدأ تورق واللون الأخضر يبدأ يكسو بعد أن كانت سوداء من فترة الخريف ثم الشتاء وتبدأ الأزهار والألوان وتنتفض الأرض عما فيها وتكتسي كل هذه الأشياء بزينة زينة الربيع كأن الحركة والنشاط والشباب والقوة والجمال في الكلمة دي اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي كأن الربيع بالنسبة لقلبي لما يأتي إلى قلبي قلبي ينشط ويتزين وكأنه في كأنه النبات وكأنه الأرض في موسم الربيع اجعل القرآن لقلبي كالربيع بالنسبة للأشكار والأزهار والثمار وكل شيء حوله حيث تتزين الأرض فلذلك من من تشبيهات خليل جبران عندما قال وأقبل الربيع بزينته فزينت واكتست بالسندس الشجر فاززينت واكتست بالسندس الشجر فاجعل القرآن ربيع قلبي ثم قال ونور صدري وهنا نور صدري يعني يجعل لك نور يبدد الظلمات اللي ممكن تحط بالإنسان تبدد الظلمات التي يمكن أن تجعل الإنسان لا يعرى حلولا لهمه ولغمه الذي هو فيه ولذلك قال هنا ربيع قلبي ونور صدري أنا خطبت خطبة زمان في الدعاء وقلت إن الدعاء من ضمن أسبابي أن يزيل الغمه عن عينك يعني يجعلك تكرر دعاء معين حتى يزيل هذه الغمه عن العين فعندما تزيل هذه الغمه عن العين فإذا بك تبصر أشياء هذه الأشياء لم تكن ترها قبل أن تكرر هذا الدعاء وليس إنه يذهب همك ويقضي دينك إن في حد يجي يديك أموال وكذا لا إنما لما بتكرر الدعاء كما ذكرت في الخطبة يريد ترجع لها إسماء حقائق حول الدعاء فإنك تتفتح لك وتنار لك طرق كانت مظلمة بسبب الهم والغم الذي اكتسيت به والذي حل بك فعندما تتذكر هذا الدعاء هذه المظالم هذه الظلمة تذهب بعيدا عنك فعندها تستطيع أن تبصر إذن قال ربيع قلبي ونور صدري وبالتالي إذا كان القرآن ربيع القلب حيث نشأت واهتم واستيقظ وقام من غفلته ثم كان نورا يبدد الله به الظلمات التي أحاطت بالإنسان في الصدر فإن ذلك سيكون أدعى أن يكون جلاء لحزنك وذهابا لهمك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله همه أدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب همومنا جميعا وأن لا يبقي منها شيئا وأن يرفع هذا الوباء الذي نزل علينا وعلى الناس جميعا أعيد مرة أخرى هذا الدعاء وأرجوكم أن تحفظونه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو غم ثم قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي قال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله همه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا